اول حاجة بغتس نقول لكم كون ما من يبدأ فيديو عاملوا لي الضغط لعامل لي الضغط علامة لتشجعون اولجين لهم فوق SCP بالطاقة الايجابية اهلاً وسهلا كيف انتم اليوم اليوم Fame عند manifested بث worrying نضع لكم على موضوع شائع ومهم كثيرا الموضوع هو كيف لا تشتي فيها العين كيف لا نتعين شيء كيف لا نعرف بأن هناك مشاهر مشاهر كثيرا وكيف يكونوا معرضين الوقت كامل من الناس وكيف يدوروا الحاجات وكيف يدوروا الانجازات وكيف يدوروا على السوشال ميديا ولا يتعينوا شيء من قل أن نقول لنا هل تكن لناس بأي حاجة يدوروا وكيف يدوروا شيء صغير ستدخل فيهم العين أول ما أريدكم أن تعرفونها كان لناس لا يعرفون هذا اللقطة ولكن نجدنا أن نعرفه ضروري أول حاجة هي نحن كائن قوي ما معنى أن نحن كائن قوي قوي من عند الله ليس نعطيك بلوك تسطح ليس بهذا المعنى هذا نحن قوي بالمعنى أن نحن قوي من داخل نحن الأروح قوية ما يعني هذا؟ نحن نحن من الخالق و أننا نتفخ من الإله من الخالق الكون خالق الكون نفخ فينا من الروح غير هذا هدر ايتي تجدكم قوي روحانا بمعنى أنه احنا نفخه من روح الله روح الخالق فسعون ان تفهموا، تشاطروا عليها بثبت كبير وهذه شيئة كي شرحو الكثير من الناس يجب أن يشاركوها بشكل متافيزيكي ويجب أن تفهموها ونحن نقول كيف كان الان مهمه يسأل ارادوا بالمتافيزيكية من المنقيا فألا فهنت اجبت ذلك بسيطية شكرا يا روحي نحن أقوى مخلوقات اللي كان في هذا الكون لأن نحن الوحيدين لربي نفخ فينا من روحه تخيلتنا الخالق للكون نفخ فيك من روحه تخيلتنا شنو يقدر يعملك شي حاجة خيبة إلا ولا أنت نويتي ولا أنت خليته ما يعني العين والحسد والسحر ما يعني هذه الحاجة؟ طبعا هذه الحاجة كينين ولكن الناس اللي يتقوا فيها كثيرا يقولوا اه انا قد يعملوا لهذا انا قد يوقع لهذا الشي لان شنو هم هادو هادو الاختراقات طاقية هما يخترقوا طاقيا هما يجبوا شي حاجة ديالك او لا مثلا يشوفك في السوشيال ميديا والحسد والعين يخترقوا طاقيا فهمتوا؟ يعني من اللي يخترقوا طاقيا هذه تقدر تحيلها بفكتة منتر ولكن ما هي الميترنا كي خلينا في مطعنا كي خلينا منعرفوش هادشي كي خلينا من انترير ساروش هادشي انترير ما هي الميتر ما هي الميترشي شنو ها شنو هوا برمجات العقل البرمجات اللي برمجونا اللي احنا يا صغارين يعني العقل كي أقول لك لا شنو ما تبرمجيش ما كتفهمش بأنك شنو قوي برمجوك بأنك شنو دائما ضعيف شنو حكائن ضعيف شنو حكائن الحسد والعين والسحركة ما يكون شي كي أطصر فيك سوربريسة العقل يالك مبرمجيك صفي انتين ما كتقدر تعملت لشي حاجة كل شي في العقل دائما كنقول شي واحد اللي عنده ابنه متى لم بقي صغير او لا يالله يالله عملي العام يبقى يبرمج فيه من دابة يبقى يبرمج فيه ويبرمج برمجات إيجابية ويقول له بأنه هو كائن قوي وميخليشي البرمجات الخارجية اول حاجة يبرمجه هو في الدار يتبرمج ويبقى العائلة او بابة او العيلة او كيفش غديتلعوا وتشوف كيفش غديتلعوا بهذه البرمجات هذي فهذه اول حاجة بغيزة نقول لكم انا عارفة بأنه انا بيدي عندي برمجات لكت عقلنا انا بيدي عندي بزارة الحاجات اللي ما كنقدرش نعملهم بالحق ما اللي كن بغينا عملهم كان عملهم ما اللي كنبرمج راسي بأنني وكن حسز راسي ويقول لا انا غدي نعمل هذي مغيقى علي حتى شي حاجة برمجات اللي عنا هما العين ايما تعينتي ايما تحسدتي ايما سحروا لك قوي اللي بكتل حسن دهبا سحروا لك ياختي هذي شهادة كامل كاين العين الحسد صحر كاين ولكن ماشي بدك القوة اللي كي قولوا لك عليها كذبوا عليك كذبوا علينا ماشي بدك القوة ماشي ايما تحسدتي انتينة بان انتشي حاجة ما تؤثر فيك انتشي حاجة ما تؤثر فيك انتشي حاجة ما تؤثر فيك حسنا لا اقلتك كانت انتتقف بها الشيء اينا تعلمت عين الطاقة لكن كانت انتقف بها الشيء شنو هؤلاء يخترقوك طاقيا شما تجارك المهم ما تجاركوكا أريد ان تكون محصنة فاتكون مجدًا وارحك كيف يعطيها لك ربي ما يدابلا ما يدعيفة لا تريد أن تكون ضعيفة هل تريد أن تكون قوية؟ هذا يجب أن تقوى بالروحة نيت والقرآن بالاستغفار بالتعمل المزيان أما ولكنت دائما فيك طاقة سلبية دائما كتشكها أنا الدولة أنا فضار عفتي أنا جربت على راسي وكنت أكد مأكدة 100% أنك تضعف راسك ويخترقك من جميع المجالات من المسترس من الطاقة السلبية من الطاقة الضلامية هذا كل شيء سيخترقك فنحاول أن نقويوا راسنا ونصافي هذا الشيء اللي في يدك لا تعمل هو تقوي راسك وتخلي راسك روحك نقية نقية بحلي جسمة عند الإله الحليجة بحلي نفخ فيها خالق الكون نقية نقية نقية